موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مشاهدين الكرام و اهلا بحضراتكم الى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين مشاهدين الكرام بامكان حضراتكم ان تتواصلوا معنا من خلال الارقام التي ستظهر اسفل الشاشة ماما حضراتكم بعد قليل و ايضا من خلال خدمة الواتس اوب التي تقدمها قناة الرافدين و التي تمكنكم من ارسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا ان شاء الله في هذه الحلقة بخصوص موضوعنا عن ملف المغيبين و المفقودين الذي يثير المخاوف من اكتشاف المزيد من المقابر الجماعية في العراق مشاهدين الكرام نذهب الى فاصل قصير و من بعده نعود ابقوا معنا بعد عمري راتك ما ريد من الله و منكم غير تطلعوا الولادي و ريد بلدنا كل شيء ما ريد منكم غير سلامتكم و حيالكم و الله يولي يديس بعد عمري شايف بجك شايف الخير يا امي موسيقى 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 شباب منزلك جوان بغدوم يا باي والله صارم ذلك جروان أروان أطواجي لماذا أطواجي هاي الرحالية مهجومة كل شمابية جيني أنابك ما شومينا للغامرين أغجل على الرساسة أطيكم الغاب يا بليني بغد عمريني كتبصصتوا أطوان ما كانت وصل الطالب لي فيهم يا عيوني يا باي يا باي جنيني قلبه يا باي ماليا غيرو يا باي يا باي أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام اليوم نفتح ملف المغيبين والمفقودين وكذلك المقابر الجمعية التي تكتشف بين حين وآخر في العراق في مناطق خالية تماما من داعش في مناطق أصلا كانت مسيطر عليها من القوات الحكومية وميليشيات الحجد منذ بداية العمليات العسكرية إلى أن انتهت أو أعلنت حكومة حيدر العبادي النصر كما قالوا هناك مقابر جمعية اكتشفت في أماكن كانت كما تصفها الحكومة محررة ومؤمنة وبالتالي هنا تقع التساؤلات أو تتوجه صابع الاتهام إلى هذه السلطة وإلى الميليشيات المدعومة من قبل هذه الحكومة والمقننة أيضا بأنها هي التي تورطت بسفك دماء عراقيين أبرياء لا ذنب لهم سوى ربما بدوافع طائفية أو وشايات أو حقد أو رغبات معينة بتغيير ديمغرافي أو مجرد رغبة بالقتل قتل هؤلاء على أي أساس أو أي اعتبار هناك تقرير من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب قال إن نفوذ الميليشيات واستخدام الحكومة لملف المغيبين قصرا كورقة سياسية يعيق معرفة مصيرهم وإنهاء مأساة ذويهم أوضح المركز أن الإخفاء القصري الذي تمارسه الميليشيات في المحافظات المنكوبة لم يتوقف رغم انتهاء العمليات العسكرية كما أن تصاعد أو أنه تصاعد مع انطلاق التظاهرات في بغداد والمحافظات الجنوبية وأشار إلى معرفة الحكومة الحالية للجهات التي اختطفت المدنيين والناشطين لكنها تعجز عن إطلاق سراحهم هذه نقطة خطيرة جدا وأيضا أضاف المركز أن إقرار أحد زعماء الميليشيات المدعو أبو عزرائيل بقتل المغيبين قصرا فاقم من مأساة ذويهم مع تضاول الأمل بالعثور على أبنائهم النائب السابق حامد المطلق بهذا الخصوص طبعا قال بأن الاعترافات المتداولة عن إعدام أغلب المغيبين قصرا لدى ميليشيات الحجد يجب أن تؤخذ على محمل الجد لإجراء تحقيق من قبل السلطات الحكومية لإنصاف الضحايا أضاف أيضا أن السؤال لا يزال مطروح عما إذا كان المختطفون لدى ميليشيات الحجد أحياء أم جرت تصفيتهم وأكد على ضرورة التوجه إلى تحقيق بشراكة جهات دولية كي يحاسب المسؤولون عن تلك الجرائم التي ارتكبت ضد مدنيين أبرياء مشاهدين الكرام لماذا يتم استغلال هذه القضية سياسيا كما قال النائب حامد المطلق أو عفوا كما قال المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب لماذا يتم استغلال ملف المغيبين كورقة سياسية وأيضا لماذا تتجاهل حكومات ما بعد الاحتلال كل النداءات والدعوات المطالبة بالكشف عن مصير المغيبين ومعرفة مصير الناس التي تم خطفها أو اعتقالها عن طريق الميليشيات طبعا وقوات الحكومية بدون مذكرات قضائية بطريقة غير قانونية ولا يزال مصيرهم مجهول حتى هذه اللحظة منذ سنين طويلة نستقبل أول اتصال معنا السيد أبو أيوب من الرمادي اتفضل يا أبو أيوب حياك الله مساء الخير مساء النور أهلا وسهلا تحييلكم لكل كادر قناة فاتدين حياك الله بعد تصريح ما يسمى أبو عزرائيل وهو قائد في الحشد إن أي شخص تم اعتقاله إذا لم يوجد في سجن ناطري فقط تم تصفيته نعم زياد أين دور الحكومة قائد تصريحها ولماذا جذف الزخر لا يجرى أحد لدخولها نعم أين أولادنا ما هو مصيرهم أولادنا اختفوا في سيطرة الرزازة تحت علم الحكومة لم يأخذهم في معركة ما تم أخذهم في سيطرة حكومية نعم هؤلاء الناس قررت من ضيم داعش إلى أحد الحكومة لكن الذي حدث تم يتغيبهم ولا نعرف عنهم أي شيء نعم على الرقم أن فيهم العسكري والطالب والمدرس نعم لمن نشتكي من يسمع الشكوى نعم 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 ولم يحقق في هذا البلد هاي مرة خمس سنوات ولم يتم حسم موضوع المغيبين نريد نعرف مصير أولادنا هل هم أحياء أم أموات نعم لماذا هذا الموضوع لكل خائف نه يعني أسأل يعني الممثلين نحنا ممثلين السنوي ليش ما يعني يخافون يكتعون هذا الموضوع نعم ليش يعني ليش عندهم حساتين من هذا الموضوع موضوع هذا إحنا أولاً جميع الموتى عبنا إيصار بيجلسة واليصار بيقلب طpel حوال even داعش مظلم هنا فريد هذا الموضوع يحسم ريد من الممثلين في الوزراء من أي شريف يفتحن هذا الموضوع إثمه شنو اللي يمنع أن هذه الملفات تفتح يعني أكو اتهامات أنه أحزاب السلطة أو الحكومة أو جهات داخل الحكومة تستغل بلف المغيبين والمعتقلين لأغراض سياسية شنون ممكن يكون الاستغلال لأغراض سياسية يعني أنت والد أو ربما قريبك أحد المفقودين أو المغيبين يعني هل يتم مثاومتكم على مبالغ مالية مثلا هل يتم اشتراط الإفراج عنهم مقابل الدفع نعم نعم تم مصير متع المبالغ يعني دفعات الراحة يشب المبالغ سلهم وسلهم بدي أفلح الحكومة ومو بس آني يعني هراية من جمعات الويات إتم التفاور أنه راح أسلمك ولدك بالمكان لا نحول المبلغ من فلاي نحول المبلغ كل شي مواق نعم فمصائب مصائب مرة تبيني يا أخي العزيز الاعتراف المدهو أبو عزرائيل سيد أبو أيوب اعتراف الميليشيوي أبو عزرائيل بأنه من لا يوجد في سجن ناصرية قد تم تصفيته كثير من المسؤولين ومن السياسين اعترفوا بجرائم وسرقات وفساد على الهواء مباشرة وما حتحاسب تعتقد أن القضاء اليوم بالعراق الموجود قضاء عادل نزيه قضاء عادل نزيه يمكن أن يحاسب أخي العزيز بالنسبة للصفائل ما تسكن بالسجون الحكومية يعني ما تطلع اسمع نفسه يقول إنهم سجون خاصة ما يحطون بالسجون العامة ما الحادية بيحطهم به يعني جرف الصخر الحكومة طبل جرف الصخر لأنهم كلهم موجودين بجرف الصخر نحن نريد الحكومة تدخل جرف الصخر حتى نككد من هذه الحقيقة إذا ما موجودين بجرف الصخر إذا صحيح كلهم بصرفين نعم يعني وزير الداخلية الأسبق محمد الغبان راح للجرف الصخر اعتقلت الميليشيات ساعتي وهم طبعا الخبر كان متداول تم توقيفه وزير الداخلية في دولة يتم توقيفه من قبل ميليشيات ويمنع من دخول منطقة يعني هاي شلون دولة هاي نعم يا أخي ما أكو يعني ما أكو مشكلة يعني شغول ضعيف شغول نحن نقول بالعامة يقول ضعيف يا أخي ما فلتا 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 ما ما أكو كان ينطبك نعم يعني انت ساعان بس لقرنشي يعني جندي إيقاعتي لقاتل داعش يكمل حتى يبشع ليلة يشوفهم يعني وراء شهر شهر نعم يعني تقلوا بصيبر طرلتازي يأخلوا يعني هاي هذا هذا منطق هذا نعم أعتقلوا برأيك شن السبب اللي يدفعهم لاعتقال مجند قاتل داعش أنا الصوت قاعد يقطع الساب مراقب قادر سؤالي لحضرتك ليش تعتقد أو برأيك شن السبب اللي يدفع الجهات اللي اعتقلت المجند اللي قاتل داعش هو مجند قاتل داعش ليش يعتقل يا أخي هم مريدي يعني لأنهم مكون سني سني يعني غرض طائفي نعم نعم طائفية والدليل إنه الطالب والعسكري والمدرس كلهم تم يعني اختفاءهم يعني لهم شاركوا المعركة والماشاركوا المعركة بالأغرافة هذا مماخدهم من معركة يعني الموذن مواطن حتى يقول لك والله احنا اخذناها يعني انت شخص جيلود يمك زبين يمك احنا بالعرب يقول لك زبين يمك يعني شخص ما تسجنه أو تقتله طيب أنا أشكرك يا أبو أيوب من مدينة الرمادي شكرا جزيلا لك للمشاركة عدنا سيد سعد من الكويت تفضل يا سعد حياك الله يا على ذيك يا أستاذ محمد بحياتي لك وللقناة أستاذي فيه جزء من مختلف الجنسيات يشكرون قناة الرافدين يا أستاذي قناة الرافدين يا أستاذي وعامليها يا أستاذ لجهودهم الطيبة يا أستاذي ولكن يا أستاذي أيضا بالنسبة للمحتقلين وكذلك المخ قصرا يعني يجب معاملتهم معاملة حسنة وتوفير لهم علاج يا أستاذي وكذلك أيضا جزء من الأوادم والمجتمع جزء من المجتمع يا أستاذي الكريم يريد اهتمام يريد رعاية صحية يا أستاذي وكذلك يطلب من البرلمان نتمنى من البرلمان الجديد يا أستاذي يحقق مطالبهم والمتظاهرين والمحتجين والمقتصمين ينطونهم حقوقهم الدستورية والقانونية يا أستاذ حقوقهم المهضومة وكذلك أيضا عن التهميش عن الإقصاء يا أستاذي وآخر الكلام يا أستاذي يبعد عننا امراض جلبية نفسية باطنية تخياتي لكل البرنامج شكرا أدنى سيد محمد من كربلاء تفضل حياك الله السلام عليكم أستاذ محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أخي أستاذ محمد بالنسبة لها الجاوسير بالعراق السجون والمغيبين والمقابر الجماعية نعم السبب بين السبب السبب بالحكومة نعم يعني هي الدولة ضعيفة غير قادرة نعم غير قادرة الدولة ضعيفة وغير قادرة ويجي رئيس الوزراء سأضرب بيد من حديد للصاسدين أو للأخنون الرشاو لهذا وهي مستمر نعم بالنسبة لها الاتهاتات الجاسر بالعراق وزية ذهاب الوزن رحمة الله علي نعم وناشط سجاد العراقي نعم والمتظاهرين مو بس يعني مو بس المغيبين محمد صحيح يعني المليشيات أو الجهات التي تقتل هي تقتل الموجود في المحافظات المنكوبة من المغيبين والمفقودين وتقتل المتظاهر الموجود في وسط وجنوب العراق من اللي يحاسب يا سيد الحمد من اللي يحاسب اليوم بالعراق هل المؤسسة القضائية اليوم بالعراق قادرة على محاسبة الفاسدين القتل المجرمين هل الحكومة أو يوجد من أحد في الحكومة جريء أن هو يطلع يتحمل مسؤولية يتهم جهات بشكل مباشر ويقوم على محاسبتها أكو عندنا هذا الشي موجود بالعراق غير موجود هذا الشي أستاذ محمد نعم أستاذ محمد هذا إيهاب إيهاب سنرح نتلع عليه نعم إيهاب الوزنين قتل في كربلا نعم وعرفوا القتل منهم نعم هم موجودين بس ما يقدرون يجبوا ليش لأن تأكل مستلط الأحزاب والمليشيات والعصابات حسن مصطفى الكاظمي رئيس دولة الوزراء مصحيح مصطفى الكاظمي حسن موجود مصطفى الكاظمي جاي على رئاس الوزراء ويحكم بالعراق مصحيح طيب أتحدى مصطفى الكاظم حسن يطلع جرس الصخر هذا هو رئيس الوزراء يعني هي سؤال هو سؤال يا سيد محمد من كربلا سيد محمد نعم مقتدى الصدر وأنتم في محافظة كربلا اتهمتموه خاصة ثوار تشرين بأنه قام بارتكاب مجازر في محافظة كربلا عن طريق القبعات الزرق وغيرها مصطفى الكاظمي يطلع على الهواء مباشرة يقول مقتدى الصدر زعيم المقاومة على العناد الكل استفزاز طبعا يعني كيف يمكن لرئيس وزراء يمجد بزعيم عصابة أو ميليشيا ويدافع عنه بهذه الطريقة أن يحاسب مقتدى المتهم بتسليط أدواته لقتل المتظاهرين أو قيس الخزعلي أو غيره من الأحزاب والميليشيات إذا هو يمجد بيهم شلون يحاسبهم أنا أشكرك يا سيد محمد من كربلاء ومواطن عراقي اليوم يتحدى رئيس الوزراء رئيس الحكومة أن أنت أثبت أن أنت لديك السلطة والقدرة وذهب إلى جرف الصخر وأخرج هذه الميليشيات من جرف الصخر التي منع أهلها من العودة إليها منذ أكثر من سبع أو منذ سبع سنوات أبو عمر بن الفلوجة تفضل حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يسلمك الحمد لله خديد جرف الصخر لا ينقر طب لا مصطفى الكاظم ولا الأكبر من المصطفى نعم من هذا يحكي لك حقيقة أوليذ الميليشيات الميليشيات مات ولدت ولدت من مقتل الصخر ما هي فرقائم لأشياء كله نعم مصحي سيد أبو عمر أريد أسألك بس بقضية المغيبين والمفقودين وموضوع المقابر الجماعية بس سؤال تعتقد أنه كلام أبو عزرائيل ممكن يكون صحيح أنه اليوم اللي مموجودين في بعض السجون مثل سجن الحوتب الناصرية أو غيره اللي تم تغييبهم عن طريق الميليشيات أو القوات الحكومية تم تصفيتهم 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 وكلهم مقتلوا حقيقة هاي مقتلوا الجال صحيح مال الرجالة مالتقباوية غير غزاك والبقية مالطلاح الدين أي دولة كلهم ما موجود في الحكار يراح وخلوهم قتل منهم هاي المزرعة مالفالوجي لدم نعم والضمضم على دم دم على دم ذول الذول الذول الذين قتلوا بدم بارد وبهذه الطريقة إذا كان كلامه بإزرائيل صحيح وطبعا هناك مقابر جماعية كثيرة مكتشفة الحكومة شنو دورها اللي جان التحقيق اللي اللي تدعو إليها بعض الجهات أو اللي شكلتها الحكومة شنو نتائجها وينها أستار أستار محمد نعم تسمع أخ أسمعك هاي من الجان تأخلوه اللجان وكل شي ما أكو شكلوا اللجان على الهاشمي يوم نقتلو نعم أقول لحد لا يشتولوا اللجان ما أكو نتيجة تسمعك يوم المرحب يصير هذا هذا أبطل شيء بكم الشكل من القطير اي اي على قصة حاس وبعدين يقول حار شزم حادث احتراز كارباية ما يشهمه نعم اي او 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 الناس لا يروح يبدو فلاحي الوزير لأن كان وزير دفاعه وزير اي وزير اي او رئيس وزراء ونجز المجازر بالعراق الناس حدثوا شل تحدث عن العراق تحدث عن البطاقة التموينية تحدث عن المشيشيات ما اي ما اكو نتيجة اطلب ما اكو العراق العراق اخ دولة صاف كله بروس هاي عندك الحمطة استاذ المد هاي الحمطة تنويه يحرقوني اي اي من يحرق او متحرق اتبعين اتبعوني هاي عندنا بالعراق اتبعوني اتبعوني لا عدنا استمتضي لا اي محروبة كلها محاروبة لا انا 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 شكرا جزيلا للمشاركة دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية قالت إن ناحية الصغلاوية في محافظة الأنبار من أكثر المناطق التي تضم مقابر جماعية أوضح مدير الدائرة ضياء كريم أن 31 مقبرة جماعية فتحت في الصغلاوية عقب انتهاء العمليات العسكرية كما تم العثور على رفاة أكثر من 953 شخصا مع استمرار عمل الدائرة على فتح المزيد من المقابر الجماعية هناك مقابر تمت على يد داعش هذا موضوع طبيعي جدا تنظيم إرهابي ودخل إلى العراق لكن تذكرون مقبرة الإسحاقي في محافظة صلاح الدين يؤكد شيوخ العشائر وقتها بس قلن نجيب الخبر بالمضبوط حتى المتحدث باسم شيوخ عشائر ووجهاء الإسحاقي بمحافظة صلاح الدين هذا الخبر في شهر واحد في بداية هذا العام عندما تم اكتشاف مقبرة جماعية في ناحية الإسحاقي بمحافظة صلاح الدين يقول المتحدث باسم شيوخ عشائر ووجهاء الإسحاقي في محافظة صلاح الدين قال وقتها الشيخ طامي المجمعي إن الميليشيات المسيطرة على ناحية الإسحاقي هي المتهمة بالوقوف وراء اختفاء العشرات من المدنيين وتغيبهم قسريا وأيضا قال بأن الأهالي الضحايا كانوا يحاولون البحث عن أبنائهم في هذه المنطقة إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل بعد منعهم من قبل الميليشيات المسيطرة على المنطقة من ذلك وأيضا كشف أن هناك أدلة مؤكدة تفيد أن المقبرة الجماعية في الإسحاقي تعود لمدنيين تم اختطافهم من قبل القوات الحكومية والميليشيات خلال العمليات العسكرية ضد داعش في عام 2015 القوات الحكومية والميليشيات متهمة بارتكاب مجازر وجرائم حرب وجزء كبير من المقابر الجماعية الموجودة تم قتل من فيها عن طريق القوات الحكومية والميليشيات وذوي الضحايا هم الذين يؤكدون هذا الموضوع بناء على من الذي خطفهم أو من الذي قام باعتقالهم أو تغيبهم كثير من الأشخاص موجودين في المحافظات المنكوبة تم اعتقالهم أثناء نزوح أو أثناء إجلاء مدن كما حدث في مدينة الموصل وهناك عملية تغييب كبيرة جدا تقول منظمة هيومن رايت سووتش في أحد تقريرها أن عدد المغيبين والمفقودين في العراق يبلغ العدد تقريبا من 250 ألف شخص إلى مليون شخص في العراق خلال مدة زمنية طبعا ليست بالطويلة وهذا كلام أكدته منظمة الصليب الأحمر الدولية أيضا أن عدد المغيبين في العراق من ربع مليون إلى مليون شخص هؤلاء مغيبون ومفقودون ومصيرهم مجهول طبعا قد يكون كلام أبو عزرائيل كلام صحيح قد تكون هناك تصفيات بالجملة حدثت للمغيبين والمعتقلين لكن لماذا لا يتم الكشف عن مصير البقية أو عن مصير من قتل لماذا لا تتدخل السلطة رغم الدعوات الكثيرة من جهات موجودة داخل العملية السياسية من ذوي المعتقلين والمغيبين من أناس كثيرة من منظمات إغاثية دولية طالبت مرارا وتكرارا الحكومة إن كانت حكومة الكاظمي أو عبد المهدي أو العبادي أو حتى نور المالكي وطالبت هذه الحكومات بالكشف عن مصير من غيب في العراق من تم خطفة من فقد من بيته أو من منطقته أو من عمله ربما ما مصير هؤلاء المغيبين وعين يقبعون الآن معنا اتصال السيد أبو عبد الله من صلاح الدين اتفضل حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو عمر من صلاح الدين أبو عمر حياك الله أبو عمر أنا عندي ثنين مغيبين قبل فترة خبرتكم مغيبين صار قريب خمس سنين وشوية خمس سنين أربعة عبطاعش تابعة لتين وخمس باعش نعم بصير ترتب زيابج وعبره صير ترتب زيابج وبعدين قطعت أخبارهم مرة السنة وشوية طلع من عدهم سجيم من قيارة ذكروا ماذا من ضمن الخمس سنين طلعوا بتامرة نعم ذكروا جرف الصخر حزب الله أخذوهم الجرف الصخر؟ نعم جرف الصخر طيب السؤال أبو عمر من اللي أخذهم؟ أخذهم حزب الله حزب الله حزب الله أخذوهم من صلاح الدين؟ لا 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 من صلاح الدين من سيطرت جسر بزيابج سيطرت نعم وهم آخر معلومات عدكم أن هم موجودين في جرف الصخر؟ هذا بداية بلل في 2016 جتنا معلومة عنهم أبجر في الصخر وبعدين قطعت أخبارهم لحد كلام ما نعرف عنهم أي شيء نعم طيب يعني هذا كلام وتأكيد من حضرتك وأنت ذوي وأنت والد معتقلين لا أنا أخو المعتقلين أنت حضرتك أخو المعتقلين نعم طيب أنت اليوم عندك معلومة وعندك تتهم شخص أو تتهم جهة شنو تفاعل الحكومة وياك أو رد الحكومة عليك أنت توجهت أصلا للدولة؟ ما خلت باب ما تقيت بابا للحكومة محد نعم شنو الرد ليجيك؟ الرد أنا متأكد هم ما متأكد من الحكومة ما يقدر يطبون هناك لأن هذا الشخص السجين الطلاع من قيارة يقول أي مسؤول ما يقدر يطبه هناك نعم السجناء حرافات عراقيين والمسؤولين إيرانيين ولبنانيين هذا بالسجن سجن القيارة؟ نعم الولد من قيارة الولد من قيارة نعم الولد من قيارة طلع من جرف الصخر من جرف الصخر سؤال سؤال الرد اللي إيجاك هس حنوصل للنقطة اللي منه يدي ديار السجون الرد اللي إيجاك من الحكومة من الجهات الحكومية وانت طراقت أبواب كثيرة شنو الرد يكان؟ الرد يقول ماكو 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 معلومات يتخاطة معلومات ماكو جرف الصخر أكو مزجونين يعني الحكومة تنفي تنفي إنو أكو مزجونين في جرف الصخر تنفي تقول ماكو تقول بالبداية كان أكو حولوهم للسجناء للسجن تابع للوزارات والدفاع أنا وأخوتي رحنا لبغداد لا مرة ولا مرتين الملعب الشعب محكمة الساعة دقينا حاسبة يقولون ما عندنا حاسبة عامة يقولون ما عندنا يقولون عجل خوض حاسبة ملعب قالوا أكو حاسبات تابعات للأحزاب من يجب أن يصلوا للأحزاب؟ الأحزاب لا يستطيع أن يصلوا طيب بالنقطة اللي تفضلت بيها قبل شوية بخصوص الإيرانيين واللبنانيين اللي يديرون السجون في جرف الصخر أو المعتقل اللي كان موجود به هذا الشخص اللي من القيارة شنو نعم هو اللي حتشالك شنو حتشالك بعد عن الوضع الموجود هناك داخل هذه المعتقلات والله قال ما أساوي قال أخوك واحد من عندهم وياي والثاني بخير قاعة ما يخلون الأخوان جميع يقول أخوك وياي يقول حتى صار عنده مرض ثلاث يعني سل صار عنده نعم بهذا السجن أخوه الحمد لله كان ما بيش صار عنده مدرس يمه هندس يعني يدرس هندسه نعم شبحان الله لو تابع لو رايح ماشي بطريق الدواعش نقول نقول حق وجاه بس أنا عندي أنا عندي ما المختار منذ وضحايا الدواعش عندي تزكية عندي من التخبارات تزكية جين الحكومة ليش ما تتطبيق قلب للمعتقلين يتطلعهم يتدلين عليهم إذا هم طيبين تقولنا طيبين وإذا ميتين تنضينا جذاتهم نعم سيد أبو عمر من صلاح الدين أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة وأتمنى هذا الصوت يوصل وهذه التأكيدات أنه كثير من السجون والمعتقلات في العراق تدار من قبل المخابرات الإيرانية من قبل لبنانيين واللبنانيين طبعا ميليشيات أكيد حيجون من لبنان حزب الله يعني وغيرها وتدار المعتقلات تحديدا في جرف الصخر بناء على حديث وتأكيدات من شاهد عيان ومعتقل سابق أنه هناك لبنانيون وإيرانيون يديرون السجون والمعتقلات في جرف الصخر ويذيقون المعتقلين أشد أنواع العذاب فيها تعذيب جسدي وتعذيب نفسي كذلك السيدة أم أحمد بن النجف تفضلي حياك الله أهلا وسهلين يا أم أحمد تفضلي الله يخليك الله يخضي عليك أسمع كلامكم تقولون مقتدى أو أي كان في التسمية تقولون متهم المفروض لا أسمي متهم المتهم بالقانون بأصل القانون بريء حتى تثبت إدارة إدارة على رؤوس الأشهاد إجرامهم فكيف أسمي متهم شغلة ثانية شنو التوصيف اللي تحبين توصفي بي لعد بالله التوصيف هم أوصفوا أنفسهم اللي مستحل الدم ومستمتع بي وشتري بسميه شعر بسميه غير ظلمة أنت اليوم مواطنة عراقية شنو توصفين هؤلاء الأشخاص أنا أنا أوصفهم حسب ما أوصفهم القرآن اللي عاثوا بالأرض الفساد وهلكوا الحرث والنسل يسمىهم الله سبحانه وتعالى الفجار الكفرة الفسقة الأرابل هم دولا فهذا متوصيفي حتى لا يطلع واحد يقول أم أحمد البعثية والد حشاية تعبانة اللي ما عندهم شغل وعمل غربة هذا المسمى مع احترام المظلمة اللي هو وقالها فلان وفلان وعدهم مظالم على راسي لكنهو أنت عندك مظلمة سابقة مو نتبع بلدك مو معناها أطلع دولة أنبياء وأضل أقارن وأضل أحكي لو راح يمر ألف سنة إحنا راح نكرر بالماضي وكأنه أنا الحاضر عدي ينظروا قبيل أمثال سيد أم أحمد جارك من كربلا سيد محمد قال بأن الحكومة لا تستطيع أن تحاسب أي أحد من الميليشيات من هذه الأحزاب من هذه الشخصيات اللي ذكرناها لأنها تخاف منهم وبالنفس الوقت تدعم هذه الميليشيات تدعم وجودها تدعمها بالمال وتدعمها بالسلاح طيب من الذي سيأتي بحق العراقيين اليوم وإحنا عدنا مؤسسة قضائية ضعيفة ومنتهمة أصلا بالفساد وعدنا حكومة تدافع عن الميليشيات يعني ما حد بالدنيا سامع رئيس وزراء دولة بالعالم يمجد زعيم مافيا يقول هذا زعيم مقاومة غصبا عن الكل ما حد ما كهيش نموذج بالعالم أصلا إذن ما عندي أنا حكومة ما عندي أنا بنسبة لي رأي شخصي أقول دولة ماكو إحنا عبارة عن مجموعة أصابات كلنا ناخد كرسي إلى والمهاترات اللي بيناتهم فمن تقولولي الكاظمي يطلع يقول مقتدى مقاوم زعيم مقاومة غصبا هذا مو منطق أساسا مو زعيم دولة رئيس وزراء مو منطق صاحب رب أسر رب أسر إذا بيوصل للمعلومة الصحيحة أو المعلومة المغلوطة إذا المفروض بتأدب لاحترام للمشاعر احترام لدو الشهداء احترام للمصايد للمنكوضين بكل العراق فإذا تقولي على الكاظمي أقولك صنيع أصهم وإذا تقولي على أنه بإمكاني أعتبر الكاظمي أو غيره ولد دم فكيف أعتبر جلادي جزائي ولد دم على أي أساس مو هي المشكلة أنا أسمع إخواننا المنكوبين خطيئة من يحشون يقول لتاني أطالب فلان وأطالب فلان هو هادر دمي يا أستاذ الحمد أرجوكم من تحشون أنفوا أنفسكم اللي تتصلون المظلومين أنفوا أنفسكم تعفين سيدة محمد الناس تتمسك بقشاية مثل ما يقولون حتى لعله عسى يكون هناك ضمير يصحى أو يصحوا عند بعض السياسيين أنه ممكن يتحركون لكن اليوم من نشوف لا حياء لنكب نعم لكن اليوم من نشوف وزير الداخلية يتوقف بجرف الصخر والميليشيات تمنعه ويطلع وزير الدفاع جمعة نادي يقول صاروخ صاروخين متأثر على هيبة الدولة إذا كانت المؤسسات المعنية بحماية الناس وأرواح الناس والبلد بشكل عام تدافع عن الميليشيات اليوم شلون أنا كمواطن عراقي أمن على حياتي وعلى حياة أبنائي وما أكون عايش بهذا الإرهاب وهذا الرعب ليلنهار إذا الدولة تبرر للميليشيات إجرامها الدولة قامت أو حكومة قامت على باطل وأنا قلت لكم يا بتصال مسبق ما بني على باطل فهو باطل أنا من هذا مبدأي مبدأ واحد أدي بالحياة أما مقادلي أهل يكون مسؤول عني أو الله الغني عننا أعيش الله الغني عننا أستاذ محمد نعم إحنا وصلنا ترى المرحلة لينقربين المثل نعم بالنهب وبالسرق يعني إذا واحدهم إذا تقول لي أنت شجد بايك بالله ما يدري نعم واحدهم إذا تقول لي أنت شجد من الدم اللي جرأت من الشعب العراق الدمتك برقبتك شجد ما يدري نعم لا إله إلا الله أنا أشكرك سيدا أم أحمد وصلت فكرت شكرا جزيلا لك للمشاركة نأخذ سيدا أم يوسف من الرمادي فضل يا أم يوسف السلام عليكم سيد الحمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله سلم والله أنا زوجة مقود من أخذوهم حزب الله عرزازة صار لنا سبع سنين مطالب والناسق الحكومة الريد بس نعرف وينهم حتى إذا يعني جثاثهم الريد الريد وادمنا الريد الحكومة السبعينهم تشوفهم وينهم يعني مأقولة قد يكونون بجرف الصخر يا أم يوسف يعني هس قبل شوي أبو عمر نسمع 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 بيهم يقولون موجودين بجرف الصخر يسمع في حكومة بجرف الصخر لو حاطين الميليشيات الإيرانية واللبنانية حزب الله أخذوهم حزب الله حاطينهم على الطريق سيطرات وخذتوا وادمنا ودايحاتنا بالصحراء نحن وجهاننا أسبي الله ونحمل وكيل عليهم أسبي الله ونحمل وكيل أهل حكومة عم الريد وادمنا الريد بالحياة ميسين ينطلنا إنهم خضر نحن نبوهير نعم يا أم يوسف وين الحكومة وينها وينها والله ولا ينزلون أصلا عوائلهم مين موجودة ويشببون يصنعون يقولون نحن يتكفل أيتامهم وشي بطاقة ماتتا ماتتا الراتب مال الرعاية صارها ثلاثة سنين حولتها بإسمه راتب الحد الآن ما عن طمل أيتام ماتتا نعم قال طلع على ونظمة أحباب المصطفى وستاعدنا الناس تعمعيش أيتامي نعم وين الحكومة وين دورها وبيت ودقعو سيدهم يوسف أتمنى صوت تشوص لأن أشكرتش للمشاركة نتمنى هذه النداءات وهذه المناشدات وهذا الصوت يصل إلى من يهمه الأمر وهنا لا نتحدث عن من هم في الداخل العراقي من الجهات الحكومية الرسمية لأنها متهمة أو متورطة بما يحدث في العراق من انتهاكات بل توجه هذه المناشدات والنداءات والأصوات إلى الجهات الخارجية لعل وعسى الضمير الدولي يصحى تجاه القضية العراقية وينظر إلى حجم الانتهاكات وبالحديث عن الضمير الدولي مفوضية حقوق الإنسان في العراق اتهمت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي بأنها تتغاضى عن الانتهاكات ضد المعتقلين في السجون الحكومية قالت المفوضية أن البعثة الأممية في العراق تجامل الحكومة الحالية والقوى السياسية المتنفذة وانتقدت أيضا وزارة العدل الحالية لمنعها لجان حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية من زيارة السجون في العراق واضافت المنظمة أن الحاجة أصبحت ملحة لتطبيق معايير وضمانات حقوق الإنسان في السجون ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون مفوضية حقوق الإنسان اتهمت يونامي بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وتعلمون جينين بلاس خارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق وما الذي فعلته من مناصرة وتأييد لأحزاب الموجودة داخل العملية السياسية والسلطة وكيف أنها في تغريدة من التغريدات اتهمت العراقيين الذين يخرجون للمطالبة بحق مشروع بالمخربين والفوضويين وكيف أنها عندما كانت وزيرة الدفاع وزيرة الدفاع الهولندية في عام 2015 قامت بوزارة الدفاع الهولندية والطيران الهولندي بتنفيذ غارات على قضاء الحويجة في محافظة التأميم عفوا وتم قتل الكثير من العراقيين الأبرياء وهذا ما اعترفت به فيما بعد الحكومة الهولندية إذن من يمثل الأمم المتحدة في العراق هو متهم بسفك دماء العراقيين أصلا عدنا السيدة أبو زهراء من البصرة تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شعورك يا أخي الكريم حياك حلاة البرنامج الحلول الله يسلمك يبارك بي يا ربا القلبي تهاركات تهاركات حتى بالشعب العالم هذا يفتر بمشارع نعم مو إلا شارط بالمحتقلات أو بالسجين أو وإنما كان وإنما كان وإنما كان وإنما كان يسمى المنطقة يسمى منطقة المدينة سميناها منطقة الشهداء نعم تخشحة شيء طيب هذه منطقة المدينة بزمن صدام تعبانا طيب وهسا هم تعبانا وهي بزمن صدام من هالمجاهدين نعم اللي قاتلوا مضام صدام حسين وزمن ها الحالة هسا بيه احنا قاتلوا اللي خارجين عن القانون من سميه من دواعش طيب هاتش عدد طيب فاليوم العراق العراق مسيطرة علي ما فيات يعني انا اقول العصابات العصابات الو الى يعني انا اليوم انا مصح لولا طيب يعني انا ابني ابني اخرج من 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 الكلية يعني الا دفتر دفترين الا يتقين طيب يعني ها وزارة وبالحزب رأسة بارد ها عيني ومرتاح بس ما اكو منتظرين انتظار يعني بس يطلع تعينا موجود نعم الاختة الكريمة تقل لك قبل شوي هم احمد تقل لك والله يمجد ب شيء المقتدل طبعا يمجد بشيء المقتدل هم هم واحد يضم له ثاني واحد ضم له وقضم لك نعم صح له لا واحنا اليوم اليوم احنا بهاوي يعني خلص الشعب العراق بهاوي يعني انا السمراء تذكر نعم والله العظيم اقول احنا تتوقع تتوقع الناس اللي اليوم دي طالبون خاصة اهالي المحافظات الغربية المنكوبة دي طالبون بمصير ابنائهم او بمعرفة مصير ابنائهم اللي انخطفوا اللي تم تغييبهم وهم ما لهم علاقة لا بداعش ولا بالحكومة ناس مدنيين ابرياء هواي ناس ابرياء نعم الحكومة اليوم صار صار العمليات العسكرية وتحرير مثل ما قال العبادي من 2016 لغاية اليوم مصير ناس كثيرة ماكوا ماحد يعرف الحكومة اللي ما تعرف تجيب حق الناس المفقودة تتوقع تجيب حق الناس اللي انقتلت في ثورة تشرين استشهدت والناس اللي ده تقتل يوميا ولي ده تقتل يوميا او حق الفقرة او حق المحتاجين اقول لك هو تجيب حق بسجن وحق هذا الفقير لعدة وسطية ما يقدر يجيب حقه يجيب حق السجن بالمحتقل يا اخوة يعني مشكلة الحل برأيك يا هيج حكومة سيد سيد ابو زهراء الحل 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 الشعب الشعب ينتفض نعم انا يعني هاتش تخيل مرات اقولا انا اذا حاجتش احني شيعي ولو هذا ما لا علاقة انت عراقي انت عراقي هذا هذا الشيع انا عراقي لا انا اريد اوصل فكرة اوصل لك فكرة فضل يعني ما ممكن اليوم واحد يطعن بصاح 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 بي الى هو ياكن على قولة اهلنا من هلفتش الهلفتش ما كفايدة اليوم انا اخوي وصاح بي كون يدير بال علي كون يساعدني شارع نظيف يعني هي مشكلة نعم سيد ابو زهراء من البصرة انا اشكرك اشكرك اعتذر منك الوقت شارف على الانتهاء شكرا جزيلا لك للمشاركة ادنى صيد ابو محمد من الموصل فضل يا ابو محمد حياك الله السلام عليكم استاذ محمد وعليكم السلام ورحمة الله شعورك عزيزي حياك الله حياك الله سهلا الله الله يساعدني اتحيى الله نباب استاذ محمد موضوع المغيبين والمعتقلين موضوع هذا تحدثنا به بعدة لقاءات مكرمات ويجنابكم هذا موضوع متعمدين متعمدين بالاساس العراقيين في سبيل انه يستفادون شلون والاستفادة معروفة مالتهم استفادة معروفة مالتهم من عقود الطعام من الحوانيت من الغضايا هذه وهلما جرى نعم فهذا يعني اكو تسويف الى تسويف الى من البرلمان ومن السياسيين يعني ذا كل يوم نزل على مواقع التواصل الاجتماعي على اساس انه هناك مسودتين مشروع قرار قانون عفو عام والمسودتين افضل ما تخدم السجناء ولا تخفف من الاكتظاظ الموجود بالسجون يعني احنا نعرفه كل الزين هناك اكو قانون اسمه قانون ارهاب هذا القانون متحفة حق العراقيين وخاصة المناطق المحررة نعم وكلنا نعرف به كله ازيان ليش اتخذوا هالقانون هذا من وقت بريمر بحد الان الغرض منه انه اضعاف هاي المحافظات ما رجل نجيب طائفة نعم لانه احنا هسا تحتي جنابك يا الاخ ابو زهراء واذا تقول له احنا عراقيين قبل ما نكون من فئة او ممال الفئة أو طائفة نعم فاحنا احنا 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 في مأزق يعني لا فادت منظمات فقوق انسان لا فادت امم المتحدة لا فادت الدول كلها نطاق عفو وبيضة سجون نعم ها الغرض معروف انه مستفادين منهم يعني انا ذاك اليوم قبل كم يوم خبروا جماعة عدنا بنموصل تعالوا استلموا ادنكم ماك فشل كيلوي يعني تودي له تودي له ادوية علاج نعم بعد ثمان تيام يستلم العلاج للمريض وهو عنده زرع كلا مات الولد البارحة والبارحة رعا استلموا نعم يعني يعني القضية القضية متعمدة القضية متعمدة والله لا يفيد مظاهرات لا يفيد اي شيء شنو برايك الحل اذا ما تفيد مظاهرات شنو برايك الحل ما يفيد سياسيين ممثلين هالمناطق هذه ساكتين هم لو يتحركون لو قلهم كلام لو مم مسيطر عليهم شان جد فلعنا بنتيجة بقانون سيدة محمد اليوم شنو الفائدة انه حتى ذول السياسيين رغم انهم تأخروا ولغاية هذه اللحظة محققوا شيء لمحافظاتهم المنكوبة لكن خنفت رضو انهم اليوم تكلموا شنو قيمة كلمتهم امام المال والسلاح الموجود بالسلطة اليوم العالم كله وهم يدرون نفسهم انه اليوم العراقي ودار من قبل ايران وميليشيات واحزاب ايران ذول اللي هما قللوا من قيمتهم ومن قيمة محافظاتهم واصبحوا وذيول كما يصفهم العراقيون لهذه الاحزاب حتى لو طلع منهم اليوم الشريف والوطني وحشة ش هيغير اذا هو من البداية رضخ نعم بالضبط اي نعم احنا هسا كمحافظات مسلمة امرها الناس مرشحين نفسهم من غير محافظات مكاتبهم موجودة وذي يضمون مرشحين لهم نعم فأني مقرر من بداية لحظة انه اعلن وكون انتخابات مبكرة ونقرر الاصبع ما امت جد حذر له اعرف اقطع نعم سيدة ابو محمد بن الموصل انا اشكرك شكرا جزيلا لك للمشاركة والوقت انتهى نذكر ان هناك دعوات حول وسم او بشأن وسم كن مع الثورة وهذا الموضوع دعوات للتحشيد اطلقتها اللجان المنظمة للتظاهرات ثورة تشرين ضد عملية اغتيال الناشط ايهاب الوزني وضد السياسات الحكومية القمعية الدموية المستخدمة لغاية الآن ضد كل من يخرج مطالب بحق مشروع في هذا البلد دعوات في كل المحافظات العراقية في بغداد العاصمة وفي باقي المحافظات ان يخرج العراقيون للخلاص من هذه الحكومات استمعتم الى حديث السيدة ابو محمد من الموصل لو اقدر قطع الاصبعي ولا انتخب هذه الاحزاب وهذا رأي اغلب العراقيين الذين تضرروا جراء هذه الحكومات وهذه الاحزاب وصلنا مشاهدين الكرام الى ختام حلقتنا لهذا الاسبوع من برنامج منبر الرافدين اشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة نلقاكم باذن الله الى اللقاء اشتركوا في القناة